السبع الخير. أنا أشكر الله من أجل الفرصة التي يمنحنا إياها لكي نتجمع مع بعضنا البعض لكي نسبحه. نشكره. نحمد اسمه الكريم، الذي يستحق كل المجد، يستحق كل الغنى، يستحق كل الكرامة. أرحب بكم في بيت الله. وأجمل شيء أشعر فيه دائماً وأنا جاي لهذا المكان أننا كلنا ضيوف في هذا المكان. والله هو رب هذا البيت، هو رب هذه العائلة، ويقدم دائماً لنا الدعوة بأحضان مفتوحة علشان نيجي ونتواجد في محضره. عجبني قوي أحد كلمات الترنيم اللي كنا بنرنمها وهي بتقول كده هو يرسم خط الحياة بكلامه. هو يرسم خط الحياة بكلامه. ويقول كاتب المزمور أنه سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. هذه فرصة رائعة دائماً بقدمها لنا الله. أنه نيجي ونسجد عند جرميه. نيجي عشان نسمع كلامه، نتعلم منه. يرشدنا وينصحنا ويعلمنا الطريق اللي نسلك فيه. في بداية هذه السنة، الله قدم لنا الدعوة ككنيسة أنه نأتي ونسجد عند قدميه. فليها الدعوة مقدمة من الله شخصياً لكل واحد فينا ولينا مع بعضنا البعض ككنيسة. وابتدى راع الكنيسة في بداية هذا الشهر بموضوعين مهمين. الموضوع الأول هو عن القوة اللي يمنحها الله لنا اللي من خلالها قدرنا نتمم كل اللي عملوا فينا ومن خلالنا سواء في الكنيسة أو للبلد أو للمجتمع اللي إحنا عايشين فيه. لكن هذه القوة اللي بتأتي من فوق. هذه القوة اللي هي هتساعدنا خلال هذه السنة أيضاً أنه نكمل المشوار مع الله. أنه نأتي عند قدميه نسجد نتعلم منه نغدمه ونعشله بكل أمانة. النهاردة هنكمل موضوعنا وموضوع تأملاتنا تحت هذا العنوان. أنه عند قدميه. وموضوعنا في هذا الصباح تحت عنوان خبز وماء في الطريق. خبز وماء في الطريق. أول ما بنسمع كلمة خبز ومية. بنفكر دايماً أنه ده زواد للطريق. كل شخص هو ماشي رايح مشوار عنده رحلة. وفي حياتنا الليومية احنا بنحتاج الخبز ونحتاج المية. لكي نستطيع نكمل يومنا وحياتنا. لكن الغريب الذي سنقرأه بعد قليل في الكتاب المؤدس. الكتاب المؤدس يستخدم الخبز والمية ويوصفهم بصفة غريبة جداً. ويسميهم خبز الضيء وماء الشدة. خبز الضيء وماء الشدة. فبلاً ما يكون الخبز والمية هم سند ومعونة لنا. في أيام كثيرة تتحول أيامنا من خلال أو بسبب الصعوبات التي نعدي فيها. تتحول أيامنا لخبز الضيء ولماء الشدة. والصورة تمكن تكون صدمة لنا. لكن حياتنا لو نفكر في حياتنا اليومية. أو أكثر عندما نمر في ظروف صعبة، نقول التالي. نقول أنا باكل هذه الأيام. لكن الأوقات ليس حاسز بطعم الأكل. وأوقات أشعر وكأنه هناك مرارة في حلقة. رغم أن الأكل يمكن أن يكون طعمه طيب كثير. والصورة التي تضعها قدامنا الكتاب المؤدسة وهو يتكلم عن خبز الضيء وماء الشدة. يتكلم خصوصاً في حياة شعبه. عندما كانوا في وقت الأسر، في وقت العبودية، كان لازم يأكلوا، كان لازم يشربوا، وكان الله هو السيد، وهو ملك كل الأمور، وهو السيد على حياة شعبه حتى في وسط الضيء، حتى في وسط الضيء، لكن الكتاب المؤدس يقول والشعب يقول أنه رغم أننا كنا نأكل ونشرف في وقت الضيء، وفي وقت الضيء، لكن هذا الخبز كان خبز ضيء، والمية كانت ماء شدة. وحابب أن تتخيل معي قبل أن أبدأ موضوعي، حياة شخص، حياة إنسان، حياته ويومه هو عبارة عن خبز ضيء وماء شدة. مثل هذا الشخص، أنا وأنت، أول ما نعدي بظروف صعبة، وتكون الأيام أوقات كثيرة مرة علينا، أوقات كثيرة بيصبنا حالة من الارتباك، التشويش، التشتيت، وبيحاول كل شخص فينا أنه يعمل كل ما في وسعه علشان يحل مشاكله، لكن أوقات كثيرة بنقع في خطأ، والخطأ دوت هو التسرع، وخصوصاً لو أنت شخصيتك زي شخصيتي، أنه ما بعرف أهدى، ما بعرف أعد، أنا بحب أتحرك، وخصوصاً لما تقابلنا مشاكل، مين حابب أنه تستمر لمشكلة؟ لكن نحاول دائماً أن نجد لها حلول، ونحاول أن نجد أشخاص يساعدوننا، نحاول أن نتكل على بشر، نحاول أن نعمل كل ما في وسعنا علشان نحل مشاكلنا، ونقوم بهذه المحاولة، أوقات كثيرة بنقع في خطأ التسرع، لكن كمان، ونحاول أن نحل كل مشاكلنا، في الغالب أن نهرب من الواقع الصعب والمرير الذي نعيش فيه، فكل محاولاتنا، لكي نحل مشاكلنا، ونحاول أن نقعد، ولا نهدأ، ولا نفكر، ولا نصلي، ولا نطلب وجه الرب، نحاول أن نهرب لكي نجد حل لكل ظروف الصعبة التي نعدي فيها، وأصعب شيء تقوله لشخص، متسرع، في ضيء، في أزمة، يحاول أن يجد حل لكل مشاكله، عندما يأتي وتقول له، اهدأ، اصبر قليلا، كم مرة أنت تنرفست، وتضيقت، وتعصبت كثير، عندما يكون غضبان، وتمر في مشكلة، ويأتي شخص يقول لك، ما تهدأ قليلا، ما تصبر، ما تنتظر الرب، ما تحاول كده، يعني ما تتصرعش في تصرفاتك، مثل هذه الكلمات، أوقات كثيرة، تسبب لنا غضب وعصبية، لكن، حالنا ما يختلفش كثيرا عن حال شعب الله في الأديم، كانت مشكلة هذا الشعب في الأديم، ويمكن هذه مشكلتنا، وهذا موضوع حديثنا النهاردة، هو أنه لا يستطيع أن يقرأ الأزمنة والأوقات، لا يستطيع أن يقرأ الأزمنة والأوقات، فلما مر الشعب الفضيء في الزمنات، وكان دائماً فيه حروب ودقات، وممالك وشعوب، تحاول أن تسيطر عليه، كان دائماً يحاول أن يلجأ إلى مصر، وكانت مصر في المفهوم الكتابي، تشير إلى القوة والحكمة، تخيل معايا أنت عايش في بلد، فيها ضيء، فيها صعوبات، فيها الناس بتحاول تحاربك من كل مكان، ما الذي تحاول تفعله أول شيء؟ أنك تروح تعمل تحالفات مع الدول الثانية، مع ممالك الثانية، لكي تقف جنبك، تساعدك، تعينك على كل المستويات، لكي تقدر تقدي أو تعدي الأزمة التي عايش فيها، فبدل أنهم يطلبوا قدوس إسرائيل، الله الحي الحقيقي، قرروا أنهم يهربوا إلى مصر، وفي الحقيقة، الذي كان ينقص الشعب في الأديم، ووقات كثيرة ينقصنا، عندما نمر بمثل هذه الدقاء، أننا نأتي ونجلس عند قدمي السيد، أن نأتي ونطلب أجه الله، أن نأتي ونطلب معهنا من عنده، في النص اللي هنقرأ من بين إيدينا، لو تفتحوا معي كتبكم المقدسة، من أشعياء أصحاح 30، سفر أشعياء وأصحاح 30، بيحكينا الكتاب المقدس عن حياة هذا الشعب، الشعب يمر بضيء، يمر بظروف صعبة، وبدل ما يطلبوا الله ويرفعوا عنيهم عليه، قرروا أنهم يذهبوا إلى مصر لطلب المعونة، فالنص اللي بين إيدينا، في دينونة للشعب على هذا التصرف، لكن في نفس الوقت، الله يقدم وعود لشعبه، إذا سمعوا كلامه، طعوه، سجدوا عند قدمي، وطلبوا المعونة والمشورة من عنده هو. دعنا أرى أول خمس أعداد من هذا النص، يقول الكتاب المقدس في أشعياء أصحاح 30، والأعداد من 1 إلى 5، ويل للبنين المتمردين، يقول الرب حتى إنهم يجرون رأياً وليس مني، أو يصنعون خطة وهي ليس من عندي، ويسكبون سكيباً، أو بكلمات تانية، يعقدون حلف مع ممالك أخرى، لكن هذا الحلف وهذا التعاقد ليس بروحي، ليزيدوا خطيئة على خطيئة، الذين يذهبون لينزلوا إلى مصر، ولم يسألوا فمي، ليلتجئوا إلى حصن فرعون، ويحتموا بظل مصر، فيصير لكم حصن فرعون خجل، خزي، عار، والاحتماء بظل مصر خزياً، لأن رؤساء هذا الشعب صاروا فيه صوعاً، وصلوا لعاصمة مصر، وبلغ رسوله إلى حنيس، قد خجل الجميع من شعب لا يفهم، ليس للمعونة، ولا للمنفعة، بل للخجل، وللخزي، نرى هذا النص، وهذا موضوع حدثنا، أريد أن أتكلم عن نقطتين، عندما نقلس عند قدمي الرب، النقطة الأولى، نعلم ثقاتنا في الله، والنقطة الثانية التي أريد أن أشارك فيها، أنه عندما نقلس عند قدمي الرب، نعلم تتكالنا عليه، نعلم ثقاتنا فيه، ونعلم تتكالنا عليه، في النقطة الأولى نرى أن النص بين أيدينا يقول لنا ما هي خطية هذا الشعب خطية الشعب الحقيقية أنه عندما مر في ضيء بدل ما يحاول أنه يأتي ويرجع إلى الله وكما يقول الكتاب المقدس هنا أنه لم يسألوا فهمي بمعنى أنه لم يطلبوا مشورتي لم يحاولوا يفهموا ما هو سبب الضيء ما هو سبب السبي ما هو سبب المشكلة التي يعدوا فيها كيف يمكن أن أنقذهم كيف يمكن أن أقف معهم كيف يمكن أن يكون سبب نصرتهم ومعونتهم في الأزمة التي يعدوا فيها بدل ما يقوموا بهذا الأمر قرروا أنهم ينزلوا لمصر يتكلوا على قوة مصر على حكمة مصر على المعونة التي يمكن أن يحصلوا عليها من أرض مصر ولكتاب المقدس يقول لهم كده والله يقول لهم للأسف للأسف عندما تصوحوا لأرض مصر لا تستطيعون أن تأخذوا منها غير الخزة غير العارة لأنهم لا يستطيعون أن يقفوا معكم ليسوا الحل لكل مشاكلكم الحل أن تطلبوا المشورة من عندي أنا أن تسمعوا لصوتي أنا لأنني أستطيع أن أعطيكم النصرة والقوة والمعونة في وسط الأزمة التي تعدوا فيها لذلك يقول الله أن الحل التي تخترعتها بأنفسكم المشورة والحكمة التي تتكلتوا عليها والحلف التي تسندتوا عليه سيكون سبب خزي وسبب عار لكم في الحقيقة في وقت كثير نقع في نفس الفخ الذي وقع في الشعب في القديم وهو التصرع وعدم الانتظار أمام الرب عندما تمر بنا مشاكل وضيئات والصعوبات وهنا شخصيتنا تلعب دور كما قلت في البداية دور مهم جدا لو أنت شخصي مش بتعرف تعد لو أنت شخصيتك مندفعة بتحاول دايما تسيطر على كل الأمور حتى اللي خرج عن إرادتك دايما شايف في نفسك الحكمة القدرة أنك تاخد أفضل القرارات فأول ما بتقابلك مشكلة أول ما بيقابلك بتعمل إيه بتقرر أنك تتصرف أنك تقوم بخطوات عملية علشان تحلم مشاكلك أنك مش بتطلب مشهورة من حد أوقات كتيرة حتى الله نفسه مش بترجع ليه مش بتحاول تسجد قدامه وتقول له طب إن كانت حياتي هي بين إيديك حتى الدقات اللي بمر فيها هي بسماح من عندك هل بنرجع وبنسأله أنت ليس سمحت بهذا الأمر؟ هل في دروس أنت عايز تعلمهنة؟ هل بتيجوا وبتسجد وبتسمع صوته؟ أوقات كتيرة مش بنقدر لأن شخصيتنا المندفعة والمتسرعة بتكون عائق في أنه نأتي ونجلس عند قدمي رب رغم أن رب أوقات كتير بينادي علينا وبيقول لك تعالى أنا هقدم لك المشورة أنا هقدم لك الحل أنا عندي مخرج لحياتك من الضيق وبالأزمة اللي أنت بتعدي فيها لكن هذا الأمر لا ينطبق على حياتنا الشخصية أوقات كتير بينطبق علينا ككنيسة وأوقات بينطبق علينا كأشخاص مسؤولين في الخدمة فلما بتمر للبلد بضيء وبأزمة أو حتى المجموعة اللي أنا بخدمها وبقودها بشوف بعض الأعضاء فيها بيمروا بضيء وبأزمة أول شيء أنا بحاول أعمله أنه أتدخل بسرعة أنه أقدم حل المشاكلهم أنه أسدد كل احتياجاتهم أن أكون سند وعون لهم في وسط الظرفهم الصعبة اللي هما بيعدوا فيها وأكيد أنا وأنت وأحنا ككنيسة مدعوين أنه نخدم الناس نخدم شعبنا نخدم بلدنا في وسط الضيء والأزمة بس أوقات كتيرة نبقى محتاجين نقول للناس اللي يمروا بضيء وبأزمة ليس نقدم فقط لهم المعونة والمساعدة لكن محتاجين نقول لهم ما رأيكم ما ترجعوا للله ما تقعدوا عند قدمهم ما تسمعوا صوتهم ما تسمعوا مشورتهم ما تحاول تقعد كده وتصلي وتصوم وتطلب وجهة رب وتقول يا رب أنت ليه بتسمح بالضيء وبالأزمة اللي أنا بعدي فيها في حياتي لكن الفخ الثاني اللي بنقع فيه مش فقط التصرع الفخ الثاني اللي بنقع فيه أوقات كتيرة هو فخ الكبرياء فدايما عندنا القناعة أنه مشورتنا وأفكارنا هي على حق هي الصح وما بنمر بديئة وأزمة كلام مؤدس مش بيعلمنا بس أنه نطلب المشورة من الله لكن أوقات كتير بنكون محتاجين نطلب المشورة من القادة والخدام والناس اللي هما عندهم خبرة في الحياة الروحية أكبر مننا ونصلي معاهم لكن بسبب كبرياءنا اللي بيكون عاقت مش شخصياتنا بس أنه أوقات كتير بنقرر أنه أنا مش محتاج لحد أنا مش محتاج أطلب مشورة من حد دي حياتي ودي ظروفي دي بيتي دي مشاكلي وأنا أقدر أحلها بأدية وأنا إنسان حكيم كفاية علشان أقدر أخذ قراراتي بأدية لكن اللي بيدعونا للكتاب المؤدس في هذا الصباح هو الجلوس والرجوع عند قدمي الرب في أشعية أصحاح 30 والعدد 18 يقدم الكتاب المؤدس أو يقدم الله دعوة جديدة لشعبهم ويحاول يقول للشعب كلمات بسيطة كدا إن كنت في ضيئك وفي أزمتك هربت بعت اعتمدت على نفسك كبرياء قادك في طريق خطأ فالله بيقول هذه الكلمات للشعب أشعية أصحاح 30 وعدد 18 الله بيقول ولذلك ينتظر الرب الله بينتظر شعبه لينتظر الرب علشان يعمل ليتراقف عليهم عليكم ولذلك يقوم ليرحمكم لأن الرب إله حق توبى لجميع منتظرين دعوة اللي بيقدمها الله ليك وليا في هذا الصباح الله بينتظر شعبه رغم أنهم بعده رغم أنهم هربوا رغم أنهم اتكلوا على زوتهم كتاب المؤدس بيقول الله قاعد في انتظار في انتظار إيه إنهم يرجعوا مرة تانية علشان أنا حابب أتراقف عليهم حابب أتكلم ليهم حابب أرشدهم حابب أنصحهم حابب أمد ليهم إيد المعونة عشان أنقذهم من الضيء والأزمة والقرب اللي هم بيعيشوا فيه ويكمل كتاب المؤدس بيقول لأن الشعب في سهيون يسكن في أرشاليم لا تبكي بكاءاً أن الرب يتراقف عليك عند صوت صراخك حينما يسمع يستجيب ليك لكن إنت إرجع لي أصرخ أطلب وجهه أطلب مشورته أطلب أنه يتكلم ليك ووعده أنه هيتراقف عليك هيتكلم لحياتك ويقول الكتاب المقدس هذه الكلمات ويعطيكم السيد خبزاً في الضيق وماء في الشدة اسمحوا لي أعيد ترجمة هذه الآية بطريقة أكثر دقة ويقول هذه الكلمات ومع إنهم إن رب أعطاكم ماء الضيق وخبز الشدة لما كنتوا في وقت السبي إلا إن وعدوا وعدوا للشعب هذه الكلمات لا يختبئ معلموك بعد بل تكون عيناك تريان معلميك إن كنت مشيت وإن كنت هربت إن كنت ما سمعتش لصوت الله ولا للصوت الأشخاص والأنبياء اللي بعتهم الله ليك من قبل كده علشان يحذروك وعد الله لنا في هذا الصباح إنه لما بنرجع مرة تانية إنه الله اللي سمح بخبز وماء الشدة هيرجع مرة تانية ويرشدنا هيرجع مرة تانية ويتكلم لنا هيرجع مرة تانية ويتراقف علينا لكن الآية اللي جاية ديت آية مهمة جداً أقول الكتاب المقدس في عدد واحد وعشرين وأذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه هي الطريق اسلكوا فيها هذه هي الطريق اسلكوا فيها أنا مش عارف بالنسبالك بس أنا بعرف بالنسبالي أنا أوقات كتيرة لما بمشي في حياتي بوصل لمرحلة بحس فيها إن أنا تاية إن أنا مشتت إنه في شي ناقصني في شي كده غايب عن حياتي وأوقات كتيرة في حالة من الشك والارتباك ومش عارف اللي بعمله دوت صح ولا غلط رغم إن أنا مشغول وأوقات كتيرة مشغول جداً ولما ببتديت أدور في داخل أعماق نفسي إيه سبب الارتباك إيه سبب التشويش إيه سبب عدم الثقة اللي أنا بعيشها كل يوم عرفت السبب إنه أوقات كتيرة أتحرك وأمشي في حياتي من غير ما أسمع صوت خلفي بتقولي هذه هي الطريق أسلك فيها لما بيغيب صوته بحس أن أنا تاية بحس أن أنا مشوش بحس أن أنا مرتبك بحس أنه في شي ناقصني لكن لما بسمع صوته خلفي بيقولي هي دي طريق أمشي فيها بحس بالأمان بحس بالفرح بحس بالثقة بحس أن أنا ماشي بحسب ما شئته وبحسب إرادته بحس أن أنا بعمل الشيء الصح وصوت الله دايماً في حياتنا هو نبع الفرح نبع السلام نبع الراحة نبع الثقة اللي بيخليك ماشي وإنت واثق في نفسك مش في قدرتك مش في حكمتك مش في قدرتك لأن أنت ماشي في طريقه وبتسمع صوت خلفك بيقولك هذه هي الطريق أسلك فيها هذه هي الطريق أسلك فيها دي دعوة الله لي وليك في هذا الصباح الله بيتحدانا أنه نأتي ونجلس عند قدميه نأتي ونتعلم أنه ننتظر الرب ونصبر له لما تمر الضيق والصعبات ما تتسرعش ما تجريش ما تطلبش حكمة من البشر ما تتكلش على البشر ما تطلبش خلاص من آخرين الله بيقولك تعالى أسجد عند قدميه انتظر إهدى اسمع صوتي أنا هرشدك أنا هنصحك أنا هعلمك أنا هشاور على الطريق وأقولك هي دي الطريق أسلك فيها النقطة الأولى عندما نجلس عند قدمي الرب نعلن أننا بكل جدية ومن كل القلب بنصق في توقيطات بنصق في توقيطات الله لحياة كل واحد فينا لكن عندما نجلس عند قدمي الرب نعلن أيضا اتكلنا عليه نعلن اتكلنا عليه زي ما قلت من شوية ما هي خطية هذا الشعب؟ خطية هذا الشعب أنه ذهب وطلب المعونة من مصر اتكل على قوتها واكتنع أنه خلاصه سوف يأتي من أرض مصر خلوا بالكم لما الشعب أخذ هذه الخطوة هو أعلن دمنيا شيء مهم وكأنه كان يقول لله أليهة المصريين أحسن أنت مش قادر تخلصنا أنت مش قادر تنقذنا أنت مش قادر تمد أديك لمعونتنا خلينا ننزل لمصر يمكن أليهة المصريين يقدر يمد أديهم لنا وينقذونا عدد 16 يقول الكتاب المقدس هذه الكلمات أو اسمحوا لي أن أقرأ من أول عدد 15 أشعية 30 عدد 15 يقول الكتاب المقدس هذه الكلمات لأنه هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل وهذه العبارة قدوس إسرائيل تتقرر أكثر من مرة في النص وكأن الله يريد أن يذكر شعبه أن أنا قدوس إسرائيل أنا الإله الفريد أنا الإله المميز أنا الإله الذي لا يوجد مثله في كل الأرض أنا الإله الذي ليس إله آخر تحت السماء يستطيع أن يمد يد المعونة لكم أنا قدوس إسرائيل أقدم لهم الله هذه الدعوة بالرجوع أي بالتوبة والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم إيه هو حكم الله عليهم؟ فلم تشاءوا أنتوا رفضتوا عرض الله لكم أنتوا رفضتوا أن تأتيوا وترجعوا وتسجدوا وتتكلوا على الله في وسط الضيء والأزمة التي تعدوا فيها ويقول الكتاب المقدس وقلتم لا بل على خيل نهرب لذلك تهربون وعلى خيل سريع نركب لذلك يسرع طاردكم زي ما قلت من لحظات لما بنمر بالضيء بنهرب والهروب هو علامة على الارتباك هو علامة على شخص بالله الشخص بيحاول يحل كل مشاكله بأيديه بدل ما أنه يأتي ويجلس عند قدمي الرب لكن الهروب أيضاً هو علامة أننا بنتكل على نفسنا وبنتكل على أشخاص كثيرين في حياتنا بنصدق أوقات أنهم ممكن يقدموا لنا المعونة حبيب تتخيل معايا كده شخص معاه مدرب والمدرب ده بيدربه علشان يجاهزه للسباء والشخص ده عنده حماس عنده غيرة واثق في نفسه ويتدرب ساعات طويلة جداً جداً والأيام عديدة قبل ما يدخل السباء والمدرب ابتدى يلاحظ هذا الموضوع أنه هذا الشخص مش بيهدى مش بيرتاح حلو أنك تتدرب حلو أنك تجهز نفسك حلو أن يكونك هيا عندك هذا الحماس والغيرة علشان تفوز بالسباء ابتدى هذا المدرب أنه يقدم النصيحة لهذا الشخص يقول له عايزك من وقت للتاني ترتاح عايزك من وقت للتاني تهدى تشرب شوية مية تاكل شيء علشان تجدد نشاطك لكن هذا الصباق العظيم قرر أنه لا أنا مش محتاج حاجة أنا مش حابب أضيع وقت فإنه قعد وأهدى علشان أخد شوية مية أو أكل لقمة للطريق تقويني أنا أفضل أتضرب لحد يوم السبق وفضل بعناد قلبه بحماسه بإرادته القوية أنه يجهز نفسه للسبق لكن المفاجأة أنه قبل ما يوصل للسبق بيوم تعب رفع الراية واستسلم قبل ما يخش السبق لماذا؟ لأنه كان متحمس لأنه كان متسرع لأنه حاسس أنه سيقدر يخش السبق ويوصل وليس محتاج لا المية ولا الخبز ولا أي شيء هو سيقدر يقوم بالموضوع ده بنفسه علشان كده بيقول الكتاب المؤدس وبيقدم لمثل هذا الشخص ولينا هذه الكلمات في عدد خمستاشر حابب أقراها عليكم مرة ثانية الله قال لهم العلاج عندي أنا إن كنت روحتوا لمصر وطلبتوا المشورة وما كانش حصاتكم غير الخزي والعار من اتكالكم على أرض مصر أنا عايزة أقدم لكم دعوة وتحدي أنا عايزة أقدم لكم مشورة هحللكم بيها كل مشاكلكم وهذه المشورة هي في عدد خمستاشر بالرجوع أي بالتوبة والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة إعلان سقطكم في الله إعلان اتكالكم على الله هتكون قوتكم ليس هذا ما قاله المسيح لتلاميذه قال لهم أنا صاعد للسماء بس عايزة أقدم لكم نصيحة إنه لا تبرحوا من ها هنا قبل أن تنالوا قوة من الأعالي ويحل عليكم الروح القدس وعندها تكونوا لي شهود في كل مكان لكن كمان بيقول أشعية في أصحاح أربعين وهذه الكلمات وكلمات يمكن معروفة لنا بيقول في أصحاح أربعين وعدد سبعة وعشرين بيقول هذه الكلمات لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل ليه دايما عندك هذه الشكوى قد اختفت طريقي عن الرب وفاتة حقي إلهي اللهم مش واقف معايا في وسط الأزمة اللي أنا بعدي فيها دايك كانت شكوة الشعب ويمكن شكوتك وشكوتي أما عرفت الله بيسأل أم لم تسمع إله الظهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا ليس عن فهمه فحص يعطي المعي الشخص التعبان قدرة ولعديم القوة الشخص الضعيف بيديله قوة الغلمان الشباب بيتعبوا والفتيان يتعثرون ويسقطون أما منتظر الرب أما الشخص اللي بيأتي وينتظر معون منه بينتظر إرشاده بينتظر خلاصه بييجي وبيزجد عند قدمه أما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنصور يرقدون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون ومزمور 91 نفس ترددون معايا نقول منه بعض الآيات الكتاب المؤدس بيقول وكاتب المزمور بيقول هذه الكلمات أساكن في سطر العلي في ظل القدير يبيت أقول للرب ملجأي وحصني إلهي فأتكل عليه ويأتي في نص المزمور الثاني ويقول لأنك قلت لأنك قلت لأن أنت أعلنت لأنك قلت أنت يا رب ملجأي وجعلت العلي مسكنك لا تدنو ضربة من خيمتك يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك وإليك لا يقرب لأنها يوصي ملائكته بك لك يحفظوك في كل طرقك لألا تصدم بحاجر لك لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه من طول الأيام أجبعه وأريه خلاصي هذه هي دعوة الله لنا إن كنت بتهرب إن كنت تعبان إن كنت مش قادر أنك تأتي وتسجد قدام الله الله بيقدم ليك مشهورة في هذا الصباح بيقدم ليك رأيه في المعضلة التي أنت عيشها هذه الأيام الحل ليس في الهروب الحل ليس في الاتكال على الذات الحل ليس في الاتكال على الآخرين الحل أنه نأتي ونجلس عند قدمي الرب لأنه لما بنجلس عند قدمي الرب نحن نعلن أنه أنت الملجأ أنت الحصن أنت اللي تقدر ترشدنا أنت اللي تقدر تترائف علينا أنت اللي تقدر ترحمنا أنت اللي تقدر تخلصنا أنت اللي تقدر تكون سند ومعونا لينا في الطريق أصلي من كل قلبي وإحنا في بداية السنة الله يقدم لنا هذه الدعوة أن نأتي ونجلس عند قدميه أن باللجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم بصلي أن في نهاية السنة لا يكون حكم الله علينا ككنيسة كما حكم على الشعب أن أنا دعتهم لأيقوا ويقعدوا قدامي لأيقوا ويسجدوا عند قدميه ويقول الكتاب المقدس ولم يشاء لكن الله يتحدان في هذا الصباح بتحدانا ككنيسة وكأفراد أن نقبل هذه الدعوة أن نأتي ونجلس عند قدميه فهل نقبل هذا التحدي